احبائي الصغار السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الاول ابتدائي اذا احبائي الصغار من شاء الله لدينا حصة القراءة قراءة حرف الهمزة والجيم او تقوم ودعم حرف الهمزة والجيم اذا اصبع التاسع عشر واحدة الرابعة مجال الحي والدوار جيد جدا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا لا تنسوش لما مشترك شانديش تاركو كذلك ايضا خلوه ايا جيم او لايك او اعجاب لهذا الفيديو هذا على بركة الله سنبدأ الحصة دياليوم اذا لدينا اقرأ المقاطع لدينا هنا حرف الهمزة وحرف الجيم لدينا هنا مقاطع باللون الاحمر مقاطع باللون الاخضر ومقاطع باللون البنفسجي هذا المقاطع باللون الاحمر فهي حرف الجيم والهمزة بالحركات القصيرة وقلنا الحركات القصيرة ما هي هي الفتحة والضمة والكسرة جيد هنا لدينا حرف الجيم والهمزة بالحركات الطويلة والحركات الطويلة اشنا هي الالف والواو والياء جيد ثم لدينا هنا حرف الجيم والهمزة بالتنوين اشنا هما تنوين لدينا تنوين انواع التنوين لدينا هنا تنوين الفتح وتنوين القصر وتنوين الدم. جيد. لنقرأ المقاطع. جو. اي. جي. او. جو. وعيدة. جو. اي. جي. او. جو. جا. او. اي. جو. او. جي. جا. او. اي. جو. او. جي. جن. ان. جن. ان. جن. ان. جن. ان. نعود ونقرأهم كاملين جماعة. جو. اي. جي. او. جو. جا. او. اي. جو. او. جي. جن. ان. جن. جن. ان. جن. ان. احسن. ثم. انا ننتقل إلى تمرين المولي. اقرأ الكلمات من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين. المطلوبنا في هذا التمرين هو أن نقرأ هذه الكلمات من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين. جيد. جرادتن. 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 طائرن. طائرن. جبنن. جبنن. انفن. انفن. إذن دا بالعكس نقرأ من اليسار إلى اليمين رجاء أنف جبن طائر جرادة جيد ننتقل الآن إلى الصف الثاني من الكلمات إبراهيم حاج فأس أرجوحة عجوز عجوز الآن نقرأ بالعكس يعني من اليسار إلى اليمين عجوز أرجوحة فأس حاج إبراهيم أحسنتم الآن ننتقل إلى تمرين الموالي لدينا هنا نص أقرأ ثم أجيب المطلوبنا في هذا التمرين هو أن نقرأ هذا النص ثم نجيبه على السؤال المكتوب لون الأحمر جيد إذن لنقرأ أولا النص بعدها نجيبه على السؤال إمتقت إيطو جوادها وذهبت إلى المر المر جي إمتقت إيطو جوادها وذهبت إلى المر جي إمتقت إيطو جوادها وذهبت إلى المر جي معيدة إمتقت إيطو جوادها وذهبت إلى المرج هذه هي إيطو تمتطي جوادها أو تركب جوادها وتذهب إلى أين إلى المرج يعني هي المناطق التي ترعى أو ترعى فيها الأغنام والأبقار فيها آشاب كثيرة ومخضرة هذا هو المرج هو هذا باللون الأخضر جيد أعجبها منظر العجول والحملان وهي ترعى مطمئنة 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 ترعى مطمئنة ترعى مطمئنة هتفت ما أجمل الحياة في البادية إذن دا بقلنا النص لآن نمشي للسؤال السؤال يقول ماذا أعجب إطو ماذا أعجب إطو ماذا أعجب إطو إذن هنا أعجب إطو الحياة في البادية أعجب إطو الحياة في البادية إذن هنكتبوا بنتشكل هذا إذن أنتم هاتشي غير تكتبوا في الضفة الثاني المشي في الكتوبة هنكتبوا أعجب 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 بنتشكل هذا أعجب إطو 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 يهاتي الحياة ونكتبوا هاتي الجملة هاتي الحياة في البادية إذن الحياة في البادية بنتشكل قندر نقطة إذن كتبنا أعجب إطو إطو الحياة في البادية أعجب إطو الحياة في البادية إذن أحسنتم وحبا إصيرات بلتكنكم سألين الحصة اليوم نتلقى إن شاء الله في الحصة النجية تبدو في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر